السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم يا شباب عاملين ايه اتمنى ان انت تكونوا بافضل حال وقتم الصحة وكل سنة وانت طيبين بمناسبة العام الجديد عشرين وواحد وعشرين ان شاء الله العام ده يكون افضل من عشرين من عشرين بكتير ونقدر ان انت وانا وكل الناس تحقق فيه احلامها وطموحاتها كلها او على الاقل حتى نرضى بخمسين في المية من الطموحات والاحلام دي المهم اي حاجة بس نطلع من عشرين عشرين واللي بيحصل فيها دي مش راضية تسيبنا في اي حاجة ولا حتى في الكورة حتى في الفانتزي بتودعنا بجولة اول مرة تحصل على مستوى الفانتزي كله فرق ما بتلعبش لاتحاد الانجليزي بيلغي مقشاط المدربين حتى والفرق اللي بتلعب واللي احنا عندنا لعبة منهم المدربين بقرر ان هي ما تشاركهاش ايه يا جدعان في ايه يعني انت من الاخر كده انت مش مستني اعتذار مني ان انا اقولك انا اسف ان الاسبوعين اللي فاتوا انا ما قدرتش ان انا انزل حلقة الفانتزي وده بسبب الظروف الخاصة اللي عندي واخترت ان انا ااجي على الفانتزي لا انت مستني اعتذار من الاتحاد الانجليزي ومدربي الفرق الانجليزية وحتى من اللاعبين اللي بيلعبوا للفرق دي ده ما فيش حد نصفنا خلص في الجولة الستاشر دي يا عم فيلا بينا دوس لايك للفيديو واشتراك في القناة وتعالوا نتكلم عن الجولة سبعتاشر واللي اهميتها مش في الجولة نفسها لا 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 في اللي بعدها واللي حيحصل بعدها بص انا عارف انت قاعد دلوقتي وبتسأل هو مين اللي هيلعب في الجولة سبعتاشر ومين اللي هيبقى بلانكو مش هيلعب في الجولة دي وانا حب اقولك ان محدش حتى الان يعرف مين اللي هيلعب ومين اللي ما هيلعبش لكن في مؤشرات ممكن نتكلم عنها وتقول مين اللي هيلعب ومين الفرق اللي ممكن ما تلعبش اول حاجة بالنسبة لمنشستر سيتي والجولة سبعتاشر فغالبا في نظر انهم هيلعبوا مطشهم قصاد تشيلسي وده راجع لاني تأجيل قصاد ايفرتون كان عشان عدم انتشار الحالات اكتر وكان فيه كلام ان المطش قصاد تشيلسي هيتلغي وده راجع لاني عدد الحالات مش معروف بالنسبة لمنشستر سيتي بمعنى احنا منتظرين نشوف هل هم اللعيبة فقط الخمسة المعروفين ان هم عندهم كورونا وايضا اللي من الطاقم التدريبي واللي من العمال ولا الحالات هتزيد عن كده وحنتطر ان احنا نقفل نادي منشستر سيتي لفترة من الزمن فاللي حصل ان الحالات سبتت عند الحد اللي هم عرفوه ويعطموا النادي ورجع منشستر سيتي للتدريبات التاني فغالبا هيلعب المباراة قصاد تشيلسي عادي والخمس لعيبة اللي هم اصابوا بالكورونا من منشستر سيتي هم دول اللي مش هيكونوا متواجدين في القايمة اما الناحية التانية بالنسبة لفلهم ففلهم هو اللي ممكن مايلعبش مطش قصاد بيرلي في الجولة 17 وده راجع لاني لسه بقى لما نشوف الدنيا مع فلهم ايه فانت هتستنى لحد بكرة لما يتحدد لحد الان مفيش كلام عن تأجيل المباراة بمعنى مية في المية لكن في الغالب هي دي الممكن المباراة اللي تتأجل او اللي تتلغي من جدولة الجولة 17 وتتلغي في جولة تانية زي ما حصل مع السيتي وفيرتون في الاسبوع اللي فات وحصل قبل كده طبعا مع أستون فيلا ونيوكاسل وحصل مع فلهم وتوتنهام هل في مطشات تانية هتتلغي ايضا محدش يعرف ما تعرفش الكورونا ممكن تضرب في اي فريق تخرب له الدنيا فتلاقي ان هو مش مطشاته بس او مطش في الجولة 17 بس اللي بتلغي ولكن في الجولات اللي باقية واللي بعد كده ايه اهمية الجولة 17 بالنسبة لنا؟ اهمية الجولة 17 ان احنا بنبني عليها للجولات اللي بعدها فانت الجولة اللي بعدها الجولة 18 بلانك وحاليا تأكد ان منشستر رونيتد حيلعب قصاد بيرلي المباراة المؤجلة في الجولة 18 فمنشستر رونيتد مش هيبقى بلانك ولكن عنده دابل جيم ويك في الاسبوع اللي بعده فانت هتبتدي بقى الفرق اللي عندها دابل جيم ويك في الاسبوع 19 تبتدي تحسب لها بقى من الجولة 17 لان انت غالبا في الجولة 18 هتعمل فري هت فهتشوفه تزبق فرقتك كده على الجولة 17 وايضا الجولة 19 خليني قبل ما نخش في المباراة واقولك هو مين اللي هنجيبه مين اللي نسيبه مين اللي نحط عين عليه في المباراة دي ومين اللي ما نحطش عين عليه اقولك التغيرتين اللي انا عملتهم في تشكيلتي في الجولتين اللي فاتوا مبدئيا كده بعد مباراة منشستر سيتي ونيو كاسل واللي حصل فيها انا قلت للحج دي بروين يا عم دي بروين لا انت ترجع بالجيكة تاني ومع الف سلامة وكتر الله خيرك لحدة هنا وبرونو الراجل ييجي مكانك برونو هو المحرك الرئيسي بتاع منشستر رونيتد واللي لو كان في يومه حتلاقي منشستر رونيتد بيقدي وبيعمل حاجة ولو كان هو مش في يومه او مراقب زيادة على اللزوم او الراجل ما عملش حاجة في المباراة بتلاقي اني بتالي كل فريق منشستر رونيتد في الدي اوف بتاعه فاول حاجة عملتها ان انا غيرت برونو مكان عم مينا دي بروين التغيير التاني اللي انا عملته في تشكلتي كان ايضا للمدافع بالبوينا بالبوينا كنت معتقد انه هو حيلعب في الماتشاط اللي فاتت ولكن يبدو اني مويز لا اخلاه برا جنبه والراجل ملعبش في الماتشاط اللي فاتت على الرغم انه هو مش مصاب ولا حاجة واستهام كانت ماتشاطه حلوة وحققوا كلين شيت والكلام ده فانا قلت لا يا عم ادام هي كده انا مش محتاج الراجل ده انا كنت جايبه عشان الكلين شيت فقط لا غير فانا احاول ان انا احط مكانه مدافع بنفس السعر ويكون بيلعب وبيقدي وبيعمل نقاط على الاقل يعني النقاط الاشتراك بتاعته بتاعت المباراة النقطتين العاديين بسيت كده على المدافعين قلت ادور مين المدافع الكويس اللي انا اجيبه فالقيت قدامي دلس بتاع الليدز ان انا ممكن اجيبه الراجل هو مدافع ولكن بيشترك خط نصر وكمان بيشارك في الهجوم بتاع الليدز والراجل اخر يعني مباراة عاملك 12 نقطة انا جبته بعدها ما جبتهوش قبلها ومش جايبه عشان لما عمل 12 نقطة لكن العين عليه من بادري انه هو بيعمل حاجة فكان دول التغيرتين اللي انا عملتهم نخش بقى على المباريات بتاعة الجولة 17 ومين اللعيبة اللي احنا نجيبها مبدئيا حبتديلك باول موطس اللي هو تشيلسي ومانشستر سيتي اللي فيه كان كلام عليه انه هو يتلعب وفي رأيي انا بقولك في رأيي حتى الان انه هو هيتلعب لكن ممكن الاتحاد الانجليزي يعمل اي حاجة في رأيي ان احنا نبعد عن الفرقتين دول اللعيب الوحيد اللي مانشستر سيتي انا زعلان عليه واللي هو كان ممكن ان انا افكر فيه هو كانسله اللي اتصاب بالكورونا لان كانسله الراجل في الماتشاط الاخرانية بنشوف ان هو بيقض نقاط الكلينشيت وكمان بيقدر ان هو يصنع في مباريات الستي فممكن كنت ده تاخد منه نقاط لكن بالنسبة لدو بروين والنقاط اللي بيجيبها فسعره غالي جدا بالنسبة للنقاط اللي بيجيبها على الناحية التانية بالله ان تشيلسي متخبط في الاوينة الاخيرة وفي كلام على لامبرد ان هو ممكن يقال ونلاجئ ان الليجري هو اللي جاي مكانه او مدرب تاني فاعتقد ما فيش لاعب في تشيلسي الا لاعبين واللاعبين اتكلمنا عليهم قبل كده وهم تشيلول وعمنا زوما وزوما قلتلك ما تستناش منه ان هو يستمر على طول في التهديف لا انت حيب اعتمادك الاكبر ان هو في كلينشيت وحاليا في الاول الاخيرة بنشوف ان تشيلسي ما بيقدرش يحقق الكلينشيت اما تشيلول فانت ممكن تاخد منه اسيست لان الراجل ظاهير هجومي بيشارك في اغلبية الهجمات فدول اللعيبة اللي احنا ممكن نبص عليهم من تشيلسي ومن من منشستر سيتي لكن لو تيجي تسألني لو اللعيبة دي مش عندك ما تحاولش تروح تجيبها يعني ممكن تشيلول نوعا ما لكن الباقي ما تحاولش تروح تجيبه المباراة التانية معنا على طول هي شيفلد وبلس ولو كنا هنركز على اللعيب هنا فهو اكيد زهى اللعب اللي احنا ممكن نركز عليه واللي هو ممكن يعمل حاجة قصاد شيفلد ضايع جدا بل ان في ناس ممكن تروح لأوبشن الكابتنة بتاع زهى في المباراة دي خصوصا ان فرقة شيفلد حتى الان يعني فرقة اللي هي ايه كل الفرقة الانجليزية في الدوري مرمطتها توتنهام وليدز والهجوم الكاسح من ليدز الفريق اللي ما بيعرفش يدافع قصاد مورينيو الدفاعي واللي في الاونة الاخيرة احنا بنشوف ان هو بيتراجع فريق مورينيو اللي هو نظام ان انا ادخل هدف واحد وبعد كده انام عليه واستنى لحد لما ايه تنتهي المباراة لكن الكلام ده ما اعتقدش ان هو يأكل مع ليدز الليدز اللي بيهاجم ما بيهمهوش الفريق اللي بيلعب قصاد ومين وعشان كده بنلاقيه يا اما بياخد نتيجة كبيرة بسبب ان هو ما بيعرفش يدافع يا اما بيقدر يسيطر على المباراة ويحقق نتيجة كبيرة في المباراة دي فلو جينا نبص فلازم تبص على لعبي ليدز قبل ما تبص حتى على صنوكين اللي احنا كنا كل اسبوع بنتكلم فيهم لعبي ليدز ممكن تجيب اي واحد منهم وانت ضامن ان هو هيعملك نقاط او هيعملك حاجة في الجولة دي رفينيا الراجل المتقلق في الاونة الاخيرة هاريسون بامفورد عندك دلس اللي قلتلك انا جبته في الاخر تبديلة كل دول لعيبة وحتى في غيرهم واي لعب من ليدز هتجيبه وانت ضامن ان هو هيعمل على الاقل حاجة اذا ما كانش هيسجل هدف فهو هيقدر ان هو يصنع السيست لان احنا بنشوف ان الصناعة والتسجيل عند ليدز متنوعة ومن لعيبة كتير مش متركزة على لعيبة معينة او الخاصين بيها هم لعيبين معينين حتى لما تبص على اخر مباراة مثلا اللي هي انتهت خمسة سفر اقصاد وستبروم فمثلا احنا بنتكلم عن بامفورد وان بامفورد هو اللي بيعمل وهو اللي بيساوه هتلاقي ان بامفورد مسجلش هدف ولكنه صنع اهداف والخمس لعيبة التانيين من كل حتة بقى يا باشا من الهجوم ومن خط النص ومن كل مكان بتلاقي فيه تهديف بالنسبة لليدز فلازم نركز على لعيبة ليدز وخصوصا انهم كمان عندهم زي ما قلنا الجولة التسعتاشر دابل جيموي ارسنال ووستبروم وعلى الرغم من ان الارسنال بيحقق فوزين متتاليين ورا بعض في الاونة الاخيرة لكن بصراحة مباراة هتقول فيها هو وستبروم هيلعب زي ملاعب قصاد منشستر سيتي وليفربول وحيعقد الارسنال في حياته في المباراة دي ولا هيلعب مباراة زي اللي لعبها قصاد ليدز ونلاقيه ان هو صيد سهل بالنسبة للارسنال لكن في الحالتين بصراحة لو جينا نبص على اللعب المباراة دي فبالتأكيد مش هيكون قدامي غير اللاعب واحد هو اللي هبص عليه وهو اللي بيمثل الخطورة الكبيرة بالنسبة للارسنال وهو حاليا مصدر الخطورة الوحيد بالنسبة للارسنال وهو بياكو ساكا بياكو ساكا هو الراجل اللي انت بتشوف ان هو ياما بيعمل اسيستي ياما بيعمل لك هدف في المباراة لكن مع عادة كده بتلاقي ان خطورة الارسنال معدومة اه في خطورة من ناحية مارتينيلي من ناحية مثلا لكازيت ولكن المصدر القوي والمصدر الاول بالنسبة لخطورة الارسنال هو بياكو ساكا والراجل شعره مش غالي جدا فممكن اوبشن كويس ان انت تبص عليه في المباراة دي وعشان ما اطولش عليك في المباراة فاخر مباراة معانا هتكون هي اليونايتد واستون فيلا اللي فيها يمكن عدد كبير من اللاعبين احنا ممكن نحط عينينا عليهم وحكون لك لعبين من ناحية دي ولعبين من ناحية التانية بالنسبة لليونايتد فاكيد مش ممكن نهمل بورونو فرناندز زي ما قلتلك هو مصدر الخطورة بتاعة اليونايتد وجنبه ايضا راشفورد الراجل اللي ابتدى يجيب اهدافه حاليا في الماتش الاخير قصاد الولفز بيجيب هدفه الاول على الالد ترافورد فده ممكن يكون كده افتتاحي بتاعه قصاد الولفز ويبتدي مصورة اهداف كده مع اليونايتد على ارضية الالد ترافورد اما الناحية التانية فاحنا ممكن نبص على جريلتش والراجل اللي تكلمنا عليه كتير في استون فيلا واللي هو بيكون المحرك الاساسي بتاع استون فيلا وايضا جنبه اللاعب تراوري اللي بتدى ياخد وقت كبير في ارضية الملعب في الماتشاط الاخرانية وبيعمل خطورة عالية جدا بالنسبة لاستون فيلا في الماتشاط الاخرانية نوصل بقى لفقرة الكابتنة ومين الكابتن اللي احنا ممكن نحطه في الجولة السبعتاشر كابتن بصراحة كل الماتشاط كده ملعبك ومفيش كابتن واضح او يتقول عليه ان هو مضمون 100% ممكن ده احطه كابتن او هو المتوقع ان هو يعمل حاجة لكن بصراحة لو جنين نتكلم اول اوبشن عندي هيكون هو برونو فرناندز قصاد استون فيلا وده اعتماد زي ما قلتلك ان اليونايتد بيعتمد اعتماد كله على برونو لو هو بيلعب وشغال الراجل هو مصدر خطورة اليونايتد وهو المحرك الاول بالنسبة اليونايتد لو تاني اوبشن احطه فهو اوبشن غير معتاد وحيكون زاهة اصاد شيفلد وده راجع نظرا لمستوى شيفلد السيء جدا في بداية الدوري وحتى الان فعشان كده انا هحط زاهة في الكابتنة المضمونة نوعا ما وراهم بقى كابتنة بالارقام شوية ولكنها مش مضمونة وهو جيمي فاردي اصاد نيو كاسل جيمي فاردي السنة اللي فاتت لعبه في نفس الوقت ده لستر اصاد نيو كاسل ولكن جيمي فاردي على الرغم من فوزني لستر سيتي بتلت اهداف ما سجلش ولا هدف وده راجع لانه ملعبش المباراة دي جيمي فاردي دايما بيجي في الفترة دي ويكون عنده اصابة فعشان كده في اخر ست سنين في المباراة الاولى في السنة الجديدة بتلاقي ان جيمي فاردي سجل في مباراة واحدة بس ولكن على الرغم من كده فهو فيه تلت مباريات من الستة دول ما لعبش اصلا وما كانش متواجد في التشكيلة بسبب الاصابة او بسبب ان المدرب ريحوا وخرجوا برا التشكيلة الاحتياطية والتشكيلة الاساسية لكنه اللعب في تلت مطشات فيه مطشين منهم خلصوا تعادل سلبي بالرغم من تواجد جيمي فاردي والمطش التالت قدر ان هو يسجل فيه جيمي فاردي الهدف الوحيد جيمي فاردي اللي في اخر مباراة كان تبديل نزل من على دكة البودلاء في التعادل بتاع لستر سيتي مع البلس واعتقد ان هو في المباراة بتاعة نيو كاسل حيبتدي من الاول وفرمة لستر حاليا تؤهل ان جيمي فاردي يقدر ان هو يعمل حاجة اصاب نيو كاسل وناخده في الكابتنة اللي مش مضمونة شوي الكابتنة الريسكي فيها كابتنين معنا الكابتن الاول هو محمد صلاح من ليفربول قصاد ساوس هامبتون وده راجع للمستوى اللي ظاهر به صلاح في الاونة الاخيرة وقصاد حتى نيو كاسل وشوفنا عدم التركيز خصوصا مع المشاكل اللي حصلها حوالين محمد صلاح وانه في مشاكل بينه ما بين كلوب في مشاكل بينه ما بين بانيه والكلام ده كله وانه محمد صلاح عايز يمشي وانه هم مش مقدرينه والكلام اللي طالع من الصحافة ده كله فممكن ده يكون عامل تشتيت بالنسبة لمحمد صلاح فعشان كده حطناه في الكابتنة الخطرة او الكابتنة الريسكي تاني كابتن معانا في الكابتنة الريسكي حيكون سن قصاد ليدز ليه سن قصاد ليدز؟ سن من لعبة اللي بتعتمد على سرعتها جدا وعلى تحولات توتن هام في انه يعمل خطورة على مرمى الفريق المنافس او انه يسجل في مرمى الفريق المنافس لكن هل توتن هام هيلعب بنفس الطريقة اللي لعب بها اخر مطشين؟ فعشان كده هتلاقي ان ليدز هو اللي راكب المباراة و توتن هام ملهوش اي خطورة تسكر؟ ولا ليدز هنلاقيه فاتح المساحات ويقدر يستغل المساحات دي سن بالتحولات من كين بالكرة اللي بلعبها له على طول وراء المدافع ويقدر انه هو بسرعته يخلصها في المرمى فاعتمادا على شكل المباراة فيعتبر صن من الكبات الخطرين جدا لو اخترناهم وممكن في الاخر تلاقيه ما بيعملش اي حاجة في المباراة دي في النهاية ده كان كل اللي عندي عن الجولة 17 من دوري الفنتزي وان شاء الله في الجولة 18 هنحاول نعمل كده تشكيلة بالفريه هت من اللعيبة اللي هتلعب في الجولة 18 لان الجولة 18 حاليا فيها 6 مباريات فقط لغير هنحاول ان احنا نعمل فريه هت لأهم اللعيبة اللي ممكن تلعب في الجولة دي وتعمل لنا نقاط اتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم ولو عجبك الفيديو ما تنسناش من لايك الاشتراك في القناة واشوفكم باتم حال واتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته